شو عم تساو؟ أنا سلمت كل الملفات للرزان وشرحت لها اللازم كمان طيب ما بعرف شو السبب بس أنا زعلان كتير لإنك رح تتركينا بتمنى إنك تضلي معنا بالشغل كان بيودي بس ما بقدر مكتبنا مفتوح لإليك وإمتى ما بدك فيك ترجعي على شغلك يا رفيقة يسلم بخاطرك رزان ترجمة نانسي قيد legal بخاطرك أحمد بك اشتركوا في القناة 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 لو سمحتي نيهال ليش ما عجيت شوكي نيطا نيهال إزارلي اليوم ما فيها تجي أبدا وليش بقى ما فيها تجي ليش ما فيها تجي ممكن نعرف شو القصة لوين رحتي مرحباً بنتي سليمان مرحباً بنتي سليمان شو الموضوع أحكي؟ ما بعرف شو بديل لك ما عرف شو بديل لك؟ ليكون بنتي ساير لاشي؟ في واحدة ضربتني هالا وقزتها ما في خطر على حياتها بس شوهتها اي مين تكون؟ هلأ مو مهم مين؟ ألف واحد بتعمل هيك مشان المصاري وأكيد رجع الحقي هنن وراء القصة كل هات بنتا حد رأسك الله لا يوارات الله ينجح بنا كل هات بنتا حد رأسك انت بل كي حاولت تقتلها كمان؟ لا حطوها بالمنفردة وما عاد يرجعوها على مهجع نيهال مرتا أنا حاكيتهم هلأ وين نيهال؟ بالعيادة اشتركوا في القناة موسيقى انت تركتي الشغل؟ اه امي اليوم رحت مشانسلم الدعاوى لحد غيري بخير إن شاء الله يا روحي مجد لهلأ ما إجاه بيكون عنده شغل رح يبلشه يا أمرأتي ليلي هلأ ليلي في واحدة أحلى مني بكلها الدنيا جمالة كل العالم تحكي فيها أميرتي الحلوة بس أحلى واحدة بكلها الدنيا فيعد التلج أميرتنا بياض نسلج كانت حملة كتير كانت ضريفة كتير كانت بتحبنا كمان وكانت زكية كمان وتعرفك دقيتك 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 شو لصة؟ أميرتنا بياض بتلج ماتت انت شو قلت؟ خلوني شوفها بدي شوفوا الشك يا أميرتي الحلوة بدي وضعك وقل لك أنه أنا محبك كتير يا أميرتي الوداع بسو صديقنا ترجمة نانسي قنقر 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 انت اول واحد بيبوسني روجين كانت اول بنت ببوسها بس ما قدرت إلا هذا الشي كرامتي كرجل منعتني إني إلا وإذا رح تسألوني غرور الرجل شو كان بيشبه برأي الخاص برد عليكم وبيقلكم بيشبه البسكوت أو الجاتو المنفوش أو الفقعات اللي بنشوفها جوات الكازوزة بس روجين شفت كيف؟ اللي بتعرفي إنه أنا أول واحد ببوسها إياك آسلي حبيبي لا تصدقها كلهم بيحكوا إياك لا إياه روجين ما بتكذب على حدا لا تحكي عليها مو مش كامي بي أكيد بتلاقي شغل تاني بس يعني بده شويات وقت وأكيد من هون لوقتها بيكون غسى الرضي منشوف ما حدا بيعرف شو بصير انت كيفك؟ بصراحة أنا بعدي اللي عرفته لازم كوني منيحة بس ما قدرت ليش شوفي؟ سهير رح يروح لوين؟ ما بعرفي يمكن على إنجلترا المرة الماضي راح لهنيك مين اللي قلك؟ هو يا اللي قلي وقد كانت بحفلة مجد شفته هنيك أجل حتى يودان إيلين لازم تقولي لسهيل إنك حامل قد ما كان من حقه يعرف هالموضوع لأنه هو أبول الولد لا مو من حقه يعرف ما بدي لأنه إذا عرف بده يغير رأيه ويبطل يسافر وبيئلي خلينا نرجع إذا سافر بيكون أحسن لو مأهور منه هو بيضل أبول الولد ولازم تقولي له من هلأ هو حتى ما بيستهل يعرف موسيقى 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 حسنا موسيقى 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 لم يا موسيقى قاله نعم سوهيل بيك كارولين أكرسو بدأ تحكي مع حضرتك حول لك ياها كارولين لا لا تحوليها قولي أني مشغول هلأ أمرك يا بيك سوهيل بيك عنده اجتماع وما رح يقدر يحكي معك بهالوقت يا خانم ها تمام بتشكرك بتحبي وصلك بطريقي؟ لا بابا رح يجي ياخدني ها ليك وإجا بشوفك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شايفتك مزعوش بابا خير صاير معك شي لا ابنو صارت شغلة ما بتخصني بس شغلتلي بالي شوي بخصوص سهيل بخصوص الشغل كان في مناخصة كبيرة ولهيك اتصلت بسهيل وقلت له تعن فوت بي النشروع سوا بس هو ما قبل ايه لانه رجل اعمال مثلك ويمكن عنده مخططات تاني طبعا ممكن يكون عنده ما عمول شي يعني لو قللي ما بدي يكون شريكك انا بدي اخذ مناقصة لحالي ما في مشكلة بس المشكلة ما قالها الحكي سهيل ايه شو قال لك قال بده يترك عالم رجال اعمال ويسافر لما كان بعيد من هالحكيهات وانا بعرف ان سهيل ما بيحكي هيك حكي مشان ايك قلت فانت علي بنتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ادخل عفوان فيني نروح سهيل بيت لا هلأ ما طلعتي لا طيب روحي بتحب اشعل لقضوي قبل ما اروح لا تركي هنا هيك طيب تصبح على خير تلاقي الخير ترجمة نانسي قنقر مصطفى فوق ومالكي عنده أنا لقينة بيبقى بهالأوتيل لازمني بيت مش عن أنا أستكر لا تخافي رح شفلك أنت عنده بيوت كتير ما فيك تتكينني ببين الظاهر أنك ما بتعرفي شي البيوت بيسم سلمة وبعدين أنا لهلأ لساتني زوجة وأول ما أخذ الوصاية عليها رح تشوفي وتختاري بيت أو فيلا إذا بدك وكيف رح يصير هالشي حتى إذا راحت سلمة على المحكمة رح يعرفوا إنها مو بجنونة بيوم الجلسة لازم يكونوا بإيدي أسهم الشركة خليشي حدا يخطف سلمة الشغلة مو سهلة سلمة راحت عن نيابة العامة وقدمت عدم تعرض وقالت أنه أنا المسؤول إذا صار لشي بعدين فيه جميلة إذا صار شي لسلمة ما رح تتركني بحايا بدي خليها تسلمني كل شي من خوفها جميلة لأنها هي ما بتضحي مرفيتها وإذا هيك أنا رح يساعد أنت شوي كيف يعني جميلة رجعت فتحة المشغل يلي أنت سكرته واشترت مكانات وكيف قدرت أغدت كرد من البنك لأبنه فأنا أفكر إذا ما قدرت تاخد كرد من هديك ما رح تقدر توفي حق المكانات بالبرع فكرة حلوة حلوة كتير بنتي شوفي مين أهلين أهلين أخي أهلين مجد شوفي ليش هيك مزعوش دايق خلقي وموجاي على بالي أحكي مع حدا تصبحوا على خير داعا خلينا نحكي شوي وبعدين بتفوت لجوة شو اللي مدأك يا روحي رح تزورني هالو ما قدرت شوفها إيه ضربوها النسوان جوة بالسجن وقازينها كتير شو وضعه هلا ما بعرف بس ممني حبدا سليمان هو اللي بيقدري يهتم فيها بمو أنا ماليش روح أحكي تلفون طبعا سلمة اشتركوا في القناة لا سلمة خانو من وقت ما رحتي ما عد ايجا لهن كريمة اسمعيني منيح حلق بدون ما حدا يشوفك فوتي على غرفتي هونيك بتلاقي باخر درج بالخزانة تبعي في شوية ذهب وطأم ألماس وأساور ضبيلي ياهن وجيبيون وتعي على العنوان اللي بدي اعطيكيا ماشي كريمة طيب ماشي يا خانو معطيني العنوان أمرك سلمة خانو رح جبلك ياهن لا تطولي سلمة لا تواخذيني بس أنا سمعتك بدون قصدي انتي ليش بدك ذهباته؟ بدي استفيد منهم جميلة يعني إذا قدرت بيعون بقدر استأجر بيت واشتري كم غرض يعني بديها هون ليش بدك تروحي هلا؟ خليكي هون معنا ليش مستعجلة؟ معني مستعجلة بس هيك أحسن يعني إذا قدرت لاقي بيت قريبة من المشغل بشتغل معيك لوقت موعد الجلسة انتي وقفتي جنبي كتير جميلة شكراً إليك بشكرك من كل قلبي شكراً كتير أنا بيعرف وين غرفتي يا بنيح وبعرف روح لحالي كمان لا ما بيصير حبيبتي بعدين بتضيعي معقولة يعني بعد هالسهرة الحلوة ما وصلك لعند باب غرفتك يا أمار وصلنا أنت عملي مليح كتير لهيك أنت بيستاهل بوسي أبظن بيستاهل أكتر من بوسي ولهذا السبب أنا صرت جارك هون ومتل ما قلت لك من قبل أنا عملت كل شي بتطلبي وأخدتي كل شي بالدكية وهلأ ما عاد فيه أي سبب لوجع رأسك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لأني هالمرة مسافر برات البلد ومن دور رجعة ما بقى تدخل بحياتك وما رح خليك تشوفيني أبدا بس إذا في مجال أنيك تسامحيني وانبسطي بحياتك لو ما أهور منه هو بيطل أبولا الولاد ولازم تقليله من هاللعب وانبسطي بحياتك وانبسطي بحياتك وانبسطي بحياتك وانبسطي بحياتك وانبسطي بحياتك وانبسطي بحياتك المترجم للقناة 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 المترجم لك بس بالقناة المترجم للقناة